اشتركوا في رديف اشتركوا في رديف ادخلوا youtube.blog واضغطوا هنا اشتراكات المجتمع الرديف واشتركوا هذا في البداية طيب ما هو سؤال الاستاذ عماد الساعاتي دعنا نقرأه اولا ورح نجيب عليه بعون الله لاني حضرت تدوينة اليوم يعني روابط كما ترون وما شابه فأيضا خطة نشر جاهزة وعلى بركة الله نبدأ هل يمكن للشخص المحب للتاريخ العربي والفلسفة ان يصنع محتوى مدونة تضمن له ظهور في عالم الناتو مرجعية الجواب المختصر هو نعم كيف ذلك رح نفصل في الفيديو ان شاء الله وتكون ضمن خطة استراتيجية تكون مصدر ضخل نعم خاصة في هذا المجل يعني التاريخ العربي والفلسفة او اي تخصص في الحقيقة رح نركز على التاريخ لكن ذلك رح نمر أيضا على الفلسفة لكن ذلك يصلح في يعني كل التخصصات في الحقيقة فلنبدأ على بركة سلمة اول شي في خبر حلو بالنسبة للتاريخ بصفة عامة الان كيف واحد متخصص في التاريخ مثلا او من كثرة حبه للتاريخ اصبح متخصص فيه على فكرة تمام وهو محفز وتنمية بشرية توفي وهو مشهور تمام عنده هذه الكلمة ماكسويل في واحد اسمه جون ماكسويل وهو رقم واحد في القيادة في العالم قال انه سمع نايتجيل هذا ايرل نايتجيل يقول مالي انه انخصصت على واحدة فقط في دراسة موضوع معين على مدار خمس سنوات ستصبح خبير فيه ليس بالضرورة ان يكون لديك شهادة تاريخ في التاريخ او الفلسفة لتصبح مؤرخ او فيلسوف بل الشغف والبحث والتفكير النقدي لنلاحظ ابن خلدون هو مؤرخ معروف والمقريزي هو مؤرخ معروف عنده خطط مصر وما شابه تمام ليس لديهم شهادة في التاريخ يا اصدقائي تمام فاذا ايرل نايتجيل يقول خمس سنوات تدرس كل يوم ساعة واحدة فقط راح تكون طبعا خبير في المجال الذي اخترته وهذا هو العصر الذي نعيش فيه الآن طيب ما هو الخبر تقول لي يونس راح اقول لك هذا الخبر اللي مناسب تماما لموضوعنا فاذا وانا نصحت بذلك الروابط هي موجودة في التدوينة تمام فاذا انا نصح بانك تشتركوا في نشرة غوست هذه نشرة غوست تمام راح تلاقيوا فيها الروابط فاذا في نشرة غوست ماذا نقرأ نقرأ هنا ما لي هل تتذكرون لما كانت فيديوهات الرياكشن يعني فيديو يظهر شخص يظهر ردات فعله ووجهه كيف يبدو تقاسيم وجه عندما يرى فيديو اخر مسلسل او فيديو اخر او اي شيء اخر تمام هل تذكرون ان فيديوهات الرياكشن كانت يعني مشهورة جدا على يوتيوب وقتها كانت الخوارزمية ابسط تمام اي واحد اي صانع محتوى كان يستطيع ان يعمل يعني فيديو رياكشن او تفاعل وحول موضوع منتشر ويحصد الملايين من المشاهدات لكن هذه الايام يعني من المكاسب السريعة والسهلة ولت دون رجعة تمام لكن الاستراتيجية لم ترجع وهذا اهم شيء يمكنك اخذه يا مؤرخ يا فيلسوف من تشاهدها تمام تحدث السيد عماد هنا عن قضية استراتيجية هذه الاستراتيجية لم تمت اذا تابع ما هي الاستراتيجية اذا في نشرة بابلش بريس غير مهم ركز هنا على اللو يعني اعطونا مثال على هذه الاستراتيجية وهو مالي ان جوني هاريس وهو صانع محتوى عند واثنين فاصل تسعة قول ثلاثة ملايين مشترك نشر فيديو عن تاريخ اوروبا تضغط هنا رح تلاقي الفيديو ثم تمام صانع عنده سبع وسبعين الف مشترك تمام الذي هو بين قوسين مؤرخ حقيقي او متخصص في التاريخ نشر ردة فعل عنوانها كيف اعاد جوني هاريس كتابة التاريخ تمام اشار فيه الى الاخطاء التي وردت في الفيديو الاصلي بهذا الشخص تمام وحتى الان الفيديو الذي يرد ادى احسن يعني حصل الفيديو تبع الرد من المؤرخ المتخص في التاريخ على اكثر من مائتي الف مشاهدة اكثر من الاصلي الذي حصل يعني باختصار عندك واحد الفيديو الاصلي يعني حصل واحد ثلاثين مليون مشاهدة والفيديو التصحيحي الذي عمله ابو سبعة سبعين الف هذا واحد فاصل خمسة خمسة تمام وهذا هو الفيديو كما ترى اذا هذا الفيديو الاصلي وفيه الرد طبعا الذي تسجده في كلام هذه هي الاستراتيجية يعني وهذه ضمن الاستراتيجية ضمن خطة النشر التي طرحتها اذا ما المصادر التي نجدها في التاريخ التاريخ يهتم له الناس من ناحية التعليم من ناحية الناس بتحب يعني تندهش لقصص القرامطة وكذا لكن ليس لدينا شخص يبحث ينقب عن الموضوع يتنا بالاخبار والمعلومات الجيدة والموثوق تمام فهنا تأتي فرصة لاحظ جيدا انه اي خطة دون استمرارية دون اجتهاد دون صبر لن تحقق لك شيئا لذلك لا تتوقع ان من اول فيديو رح تحققك كثير جدا من المشاهدات لانك لن تفع اذا ما عندك صبر ما رح تنفعك ولا خطة اذا عندك صبر واصرار وعزيمة رح تنفعك يعني حتى نصف خطة زي ما يقول يعني في واحد محفز يقول انه خطة نصف معدى تبدأها اليوم افضل من خطة كاملة تبدأها الاسبوع المقبل وهذه من الحكم العظيم بسم الله انا اشرب الماء الحمد لله رب العالمين اذا لنكمل طيب هذه مهمة جدا والرابط موجود طيب كيف تصنع الان المحتوى خلينا نركز على التاريخ في البداية في البداية شوف انا اعطيتك المصادر هنا مجلة اسطور مثلا مجلة اسطور من مركز الدراسات العربية وكذا فيها مثلا رح تلاقي هنا في مجلة اسطور رح تلاقي وثائق تاريخية جيدة بحث تاريخي عن مثلا الوثائق التاريخية في ردة فعل الاولية عند احتلال الجزائر فاذا رح اعطي لك هنا امثلة عملية واضحة جدا عن كيف تصنع محتوى بيجيب تفاعلات لكن زي ما حكينا لازم استمرارية لازم استمرارية ولازم اجتهاد وصبر فاذا قد تكون اذا انت الان رح اعطي لك جدول مقترح وتكرره فاذا المحتوى ماذا ستنشر قد يكون ردة فعل على حدث واقي على سبيل المثال الان في شغب بسأن استقاط الملكية بريطانية وما نحتاجهم وليش عندنا ملكيات حتى 2022 ووضعوهم في السجن في بريطانيا لما اعترضوا لما توفيت الملكة اليزابيث طيب ايضا الملكة اليزابيث نفسها موضوع مهم ايضا من المواضيع اللي فاتت الان فانت الان ماذا ترى يعني ماذا ستفعل يعني فيديو من ناحية تاريخ موثوق ومشارع ايضا في خبر اخر زي ما حكينا مثلا ماكرون قدم الزهور امام قبر نابليون وظهر الناس وقالوا نابليون انسان مروع انسان محتل انسان يكره السود انسان كذا كذا ذكرت ذلك هنا لو تنزل تحت راح تلاقي هنا اسباب وجيهك لكي لا تمجد نابليون بنابرت بعدها ابدا لماذا انه انسان سفاح تمام هو انسان سفاح عليه من الله ما يستحق فاذا انت هنا تاخذ تاخذ ماكرون مثلا تحدث عن نابليون وظهر الزجة وهل يمكننا تمجيده ام لا ايضا حتى في امريكا في بعض يعني الاماكن قالوا خلينا نسقط التمثيل هذه لان هؤلاء الناس كانوا يعني عنصريين وسفحين ولماذا نحن عاملين لهم تماثيل ولماذا تمام فهذا ايضا مواضيع مهمة جدا تعمل عنها فيديوهات ايضا مما يمكنك عام ان تعمل عليه فيديوهات هو تصحيح موضوعي وهذا المحتوى تاريخي في تيك توك ويوتيوب وغيره مثلا تأخذ فلان قال انه كذا وكذا ضح هنا تصحيح بشأن واقعة تاريخية لكن اليك الحقيقة بشأن فهذا هو قال تمام كما رأينا هنا كما رأينا كما ترى في هذا الموضوع الحديث انه هذا جوني هاريس قال يعني فيه تاريخ مزور لأوروبا ووقع في عشرة الأخطاء صححها مؤرخ بالفعل حقق فيديو المؤرخ الذي صحح الأخطاء اكثر من المؤثر نفسه لاحظ هنا انه لا تهاجم لا تقول احمق لا يعرف شيء كذا خليك موضوعي تمام ايضا من الأشياء التي يمكنك الحديث عنها هو التحدث عن موضوع مثير تاريخيا ويجذب المتابعات مثل ماذا مثلا لو انت جزائري ورح تلاقي الكثير جدا من هذا في أماكن أخرى لكن نحن جزائري مثلا عندنا الأمير عبدالقادر هو شخصية تاريخية معروفة لكن وضع نجمة يهود داود اليهودية بالفعل في علم إذن قد تعمل فيديو ماذا تفعل نجمة داود اليهودية في علم الأمير عبدالقادر تعمل الأمير عبدالقادر هيك وتعمل نجمة داود اليهودية كذا وتنشر هذا يمكنك تصميمه بكل سهولة كما صممت أنا اليوم الصورة البارزة اليوم تمام تضع هنا الأمير عبدالقادر كما ترى نجمة اليهودية وعنوان كبير ومثير وحقيقي أيضا لأنك أنت لا تظل الناس أنت بالفعل يعني الآن لو نبحث هنا تبحث ببساطة راح تلاقي علامة داود نجمة داود تمام لدى الأمير عبدالقادر تشوف صور راح تلاقي فيها لغط كبير جدا إذن لكن ليس لدينا الآن مؤرخ يفرز لدينا ما بين هذه الأشياء أيضا من المواضيع المثيرة لغط ويقول لك هاي وثائق وكذا عاشا بالمثال لو نكتب كعبة في الجزائر تمام راح نلاقي بالوثائق وزيدها كلمة وثائق أيضا بس ما لدينا نحن ها وثائق مثلا وثائق رسمية تثبتنا الكعبة في الجزائر في اليوتيوب كذا يعني في هراء كبير جدا تاريخي موجود في الأنترنت لكن ليس لدينا من هو الشجاع من هو لديه الطاقة والقوة يعني أتمنى أنه اللي شوف هذا بيعمل هذا الشيء تمام فإذا أمامكم عمل كبير يا صديقاء لديكم عمل كبير جدا 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 أنا راح أترك رضيف أروح أرد وأقرأ يعني صفحات كذا لا هذه أنت حبك في التاريخ إذن قم بواجبك يا صديقي تمام أعتقد أنك فهمت الفكرة الآن ما راح أجيب لك يعني كل ثلاثة ثواني أجيب لك مواضيع مسيرة راح تلاقي مواضيع مسيرة كثيرا جدا أيضا لو تشترك في رضيف راح نعطي لك المواضيع المسيرة بشكل دوري هذا الفيديو المجاني تمام أعطى لك الخطة بشكل جاهز تمام إذن عندنا مثال واحد أيضا عما ستكتب ويمكنك مثلا عمل يوم الثلاثة تعمل هيك يوم الأربع تعمل هيك أو كل أسبوع تعمل هيك تمام فإذن عندك ما لا ينتهي من المواضيع أو تصحح موضوع تصحح موضوع هذا الآن ليس لليوتيوب بل في مسلسل تاريخي وهناك الملايين من المشاهدات لأرطغرل برباروس كذا مسلسل تاريخية لا نهاية لها إذن أنت بتشوف الحلقة الجديدة من برباروس مثلا اللحية الحمراء كما يقال يعني روس تعني الحمراء وبرب يعني اللحية برباروس هذا سمي برباروس خير الدين وعر روش تمام فمثلا هذا مهم جدا تكتيك مهم جدا بتشوف الحلقة الجديدة تمام مش شط أنك تتابع كل شيء لكن لو تتابعه أيضا يعني مسلسلات جيدة لكن مثلا تعمل فيديو تعمل فيديو عن شيء لأن الناس بتحب التحليلات بتشوف الشيء وتدخل اليوتيوب وتشوف يعني ماذا قالوا على الحلقة الجديدة من برباروس ولديه الملايين من المتابعين هذه المسلسلات الجديدة فإذن مثلا أنا حطيت مثال هنا أول والثاني فمثلا تقول شهدت الحلقة الجديدة من برباروس هني أنا إليك سر ضع ورد في الحلقة مثلا تاريخ الحقيقي تمام أو صندوق أو وجدوا كنز أو ما شابه أيضا المثال الثاني محب لأرتغل دعني معرفك لأرتغل الحقيقي في أيضا أنا شاصيا شفت خمسين كتاب عن تاريخ السلاجقة فقط هو أكثر طبعا هذا باللغة العربية فقط تمام ففين الباحثين فين اللي نقب في بطن الكتب ويعمل إنها محتوى مفيد أنا أقول لك شيء أيضا لا تتقيد من نمط واحد فقط من المحتوى هو يصلح نصي ويصلح فيديو كما تراني الآن أنا فعلت أصلا لما تضغط هنا هذا فيديو لكن هنا موجودة 444 كلمة هذا أيضا يعني تدوينها فأنت تعمل الفيديو تمام وتدون أيضا وتربح من هون من AdSense وتربح من هون AdSense وهي يعني شبكة إعلانية وتربح أيضا من أشياء أخرى سنتحدث عنها بشكل عام لأنه لازم تكون حول محتوىك مجتمع كما سنرى في موضوع الفلسفة لأن هذا كله تاريخ لكن تاريخ ولا فلسفة هذا يصلح نصائح الآن تصلح لكل تخصص أيضا عما يقولك الحديث شوف بإذن الله الواحد الأحد سأعطيك ما لا نهاية له من المواضيع التاريخية الآن التي إن استمررت بإنتاج المحتوى سترسخ علامتك التجارية الشخصية وأيضا تربح الفلوس بالمدار المتوسط والبعيد في كورا فيها الكثير جدا من اللغة التاريخ على سبيل المثال لما ندخل هنا هذا يعني كتابة من كتابات صديقي الأستاذ عبد الرزاق بالهاشمي راح تشوف مثلا هنا ماذا نرى أدخل لكورا أدخل عندهم قسم عربي وجيد فإذن راح تشوف مثلا هذا هل نالت الدولة عربية لاستقلال بعد نقدار الشعوبية أم أنه كانت نتيجة قرار السياسي من دول الاستعمار وراح تشوف مثلا رأيه الشخصي وأنه تاريخيا ديقول فعلا هو ممنح الاستقلال الجزائر عبر قرار السياسي تمام طبعا في خلافات لكن من يفصل بين يعني من يفصل بين هذه الخلافات ما عندنا مؤرخ زي ما حكينا الشجاع يقوم بذلك حتى الآن راح تلاقي كنوس كبيرة جدا من الأشياء في التاريخ هنا أيضا يعني قلت لي لسه ما طلقت الحلقات تبع المسلسلات أو ما شفت أنا فيديو في شيء يمكن أن نصححه عليك إذن بكرة مثلا هنا راح تعمل فيديو أو مقالة حول هذا الموضوع هل فعل إن استغلت جزائر إنسحاب فرنسا ويسا خروج يا مشبر بفعل السلاح هل ديقول هو من تصدق بين قوسين علينا بالاستعمار عفوة يعني هو أكيد مستعد بالاستقلال أم لا هذا موضوع مثير أيضا تمام وأخيرا لديك الموضوع الذي يطلبه الجميع والكثيرون هو تتناول موضوع تاريخي له علاقة بالمنهج التعليمي المدرسية على سبيل المثال أي موضوع يتعلق بالمنهج الدراسية في مدى التاريخ مثال واحد انظر كيف يحل أستاذ التاريخ امتحان كذا انظر كيف يحل مهوس بالتاريخ إن كنت يعني مهوس ولسا أستاذ ما عندك شهادة انظر كيف يحل أستاذ التاريخ امتحان كذا يعني تأخذ تأخذ وتسجل نفس السجل لديك السجل يعني الورقة والقلم وواو يعني وتضع الإجابات كيف تعد بحثا تاريخيا احترافين للجامعات أيضا اللي رح يشاهدوا الكثير من الطلبة الجامعية تمام أعتقد أن الصورة وضحت الآن الروابط فقط هنا لإخبارك مثلا هذا الدكتور في العصاب فيقول يعني الأستاذ منذر الناس مهتمة بالتاريخ فهو هنا يصحح شيء عن رأس يغرطة يغرطة التونسي لأدري يعني فقرأه لأنك أنت مهوس بالتاريخ ليس أنا أنا أقول لك أن الناس عندها اهتمام كبير بأي موضوع في الحقيقة كل موضوع نيش يعني تخصص عنده ناس مهتمة به مهوسة به لا تقول لي هذا يجيب هذا ما يجيب الجميع يجيب إن عرفت أن تسوق له تمام فهذا الأستاذ طبيب في العصاب ركز هنا يعرف العصاب والعصاب والأخير 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 وعنده اهتمام بيغرطة ومشابه وكذا وأنا وضعت الرابط مباشرة لكي ترى الناس لديها اهتمام بيئة تاريخ بحث بسيط في أي شبكة اجتماعية رح تلاقي لغة كبير جدا عن الأمور التاريخية ومشابه وأنا وضعت الرابط هنا لأستاذ منذر نحييه من هنا إن كان يمتابعنا بارك الله وفيه عن جهوده في تصحيح هذه المعلومة التاريخية تمام؟ إذن أنت فهمت الآن الفكرة طيب رح ننتقل الآن إلى موضوع الفلسفة طيب الفلسفة لو أنت تكتب مقالات حلوة تكتب منصة معنا تمام؟ هما يدفعون الفلوس مقابل المقالات وهذا شيء جيد جدا تمام؟ أيضا عندنا هذا عربية أصل أيضا الفلسفة أنا أشوف أفضل واحد إيرلاندي هذا إيرلاندي عامل محتوى ممتاز عن الفلسفة ويتربح من ورائع جدا صراحة من أفضل الناس يتحدثون عن الفلسفة هو هذا صاحب هذا الموقع طبعا لا سفنا عن نسيت اسمه عنده يوتيوب عامل باتريون بيستقبل المال بيذكر اللي دعموه في نهاية الفيديو فيديوهاتها رائعة جدا متخصصة في الفلسفة عنده نشرة بردية أيضا المدفوعة أنا مشترك فيها في المجال المجالي طبعا لكن هي المدفوعة والناس كثر مشتركين فيها أيضا لو تدخل هنا تضغط هنا رح تشوف أنه عنده أقسام للإشراكة متخصص بس في الفلسفة فدفعي له هذا دافع 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 شفت هذا حائط الحكماء طبعا فهو مقسمهم الأصليون هنا يعني لا مبلون أو زي طه حمد شفت هذا عربي واضح أنه مهتم عرب أيضا مهتمين بالفلسفة يدفع تمام سمير هاشم 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 طيب فيه فيه عرب تمام كما رأيت يدعمون هذا الناس الآن تهتم بالفلسفة صديقي الفيلسوف هذا طبعا بيدفعون كذا لأنه أنت لما تختار هنا يعني كم تدفع لما مثلا تضغط هنا انضم إلينا هو مقسمهم بأمور فلسفية فمثلا هذا الوجودي بيدفع تسعة يورو في الشهر كي يحصل على المحتوى الحصري ممتاز جدا وهذا الرواقي تمام وهذا لا مبالي ولا يعني زي ما نقوله اللي اللي جمون فو قلوا بالله هنا يعني جيم الفرنسية جم وفو يعني لا أهتب لا وبالي أعتقد صراحة يعني خلينا نركز فيها خلينا نجيبوا ترجمتها بدقة تمام من ماذا من معجم السائغ لأنني أثق به كثيرا صراحة خلينا نشوفوا كلمة العربية بالضبط ما هي لأنه الآخرين عرفها بس هذه مش متأكد منها كثيرا فأوكي خلينا نحفظها الآن أحفظ مناسف عندي حصة في أو لحسن الحظ الآن فلهذا رح أرسل أقولها تنظريني قليلا حتى ننهي هذا الفيديو آية تمام يعني ما دخل أوكي رحظة بس نشوفوا هذا لكي نستفيد منه أوكي آه متهكم ساخر متشكك مستريب كلبي آه كلبي فيه على فكرة النزعة الكلبية اسمها تبع ديوجين ديوجينوس آه تبع ديوجينوس أحد فلاسفة المذهب الكلبي في اليونان القديمة قالوا بالزهد والتقشف وضبط النفس على سهد الباطلة مختص بأولاية الفلاسفة وتعليمها الحمد لله رب العالمين ونشكرك أستاذ الصير لتعريفنا بهذا فأنت زي ما شايف تمام هو مكون محتوى ممتاز جدا حوله هذا أيضا مثال آخر على الفلاسفة أنصح بأنك تراه فإذا شفت عام الأقسام أنت شفت هذا من قبل لا أعتقد أن واحد ذكره صراح تمام فبقات مخصصة لمحتوى فلسفي ممتاز جدا هذا الأفلاطوني هذا الديونسيسي الديونسيسي هو إلى الخمر عند يما اليونان يما الرومان لا أدري صراحة لأنه عندهم باخوس وعندهم دينسيس المهم دينسيسي هو يشرب يعب في الخمر عبا وعاملوا ألف يعني اللي عنده فلوس واللي غارق في الملذات ومثلا صاحب شركة يعني حتى الوصف صراحة ساخر وحل تمام إنك إذا كنت تصبح في الوفرة التي تثير النشوة العالية جدا لإله طبعا بين غوسين مزيف يعني تمام كما رأيت هذا الأفلاطوني وهذا النيو ماركسيست يعني الماركسي الجديد ما بعد الحدث تمام فهو عامل هذا بتدفع عشرين هذا بيدفع خمسين بإذن لما ندخل للحائط رح تلاقي مين اشترى فهو ما يذكرهم يعني عنده في الأفلاطونيين زي أنت ما شفت ترجع بتلاقي فمن هنا تأخذ تخطيطك لازم أنت هذا تدرس وتوفر محتوى ممتاز عن الفلسفة ادخل لحسابه لو تدخل يعني طبعا عنده يوتيوب وعنده مشابة وعنده نسخة مجانية عنده كثير من المحتوى المجاني صراحة وممتاز جدا فأنت لما تعمل مجتمع قد تتعاون معنا بشكل مدفوع قد ترعى بعض المحتوى قد تستحوذ عليك لا تدري لا ندري تمام قد تستحوذون عليك يعطوك كثير من الفلوس والسعر فاقك ووفاقك الله عز وجل أيضا في شيء آخر بخصوص الفلسفة أيضا عندك هذا عندك فلسفة بريك نشتين كثيرا في انستجرام بشكل ممتاز جدا كما ترى يتحدثون فقط عن الفلسفة عندهم كثير من المحتوى المجاني أيضا عندهم كرسات سريعة لذيذة مقرمشة تمام كما ترى ويبيعونها بسعر رخيص وعندهم جمهور كما ترى يعني هنا يقدمون لك ثلاثة دروس عبر الإيميل بشكل مجاني أنا أقول لك أدخلها وشوف يعني كيف هيكل الموضوع وعندهم كيومينيتي أيضا عندهم مجتمع تدخلوا بالفلوس عندما تدفع عبر باتريون تمام فهذا أيضا من أفضل الأشياء صراحة من أفضل الشياء التي تتربح من الكتاب أعتقد من لندن هذا الشخص وكذا أما الآخر فهو إيرلندي إذن نعم الفلسفة تجيب التاريخ يجيب أي شيء يجيب طبعا إن اشتركت في رضيف رح نعطيك بالنسبة للفلسفة أنا عارف كثير جدا من مواقع من غير هذا ولله الحمد والمنى رح أعطيه لك رح نرسم أنا وإنت خطة كاملة زي هيك لكي تصنع بها محتوى وبالمدة عن الفلسفة مثلا أو عني التخصص تريده لكي تكسب منها تكون حولك جمهور يدعمونك وتبيع الأشياء بشكل مباشر حصص يعني في الموضوع تدريس وصدقني يعني أنا أصلا توصل معي واحد يعني من قبل فلسطيني هو ويعيش في البرازين وما شابه في طلب عن الموضوع يعني قالي أنا مهتم بالأمور الفلسفية وكذا وكذا ولو تعمل لي حصص قلت له أنا مش متخصص تعمل لي حصص ناقش فيها الأبور الفلسفية مقابل ما لا تفعل هذا كان الفلسف تمام وأيقول لك هذا الشي فتحها فاقا لا تظن أنه هذهم عندهم جمهور هذا عنده جمهور أنت زي ما شفت الآن شفت الآن أسماء عربية هنا أعتقد أنه من يعني أماكن مختلفة من وطن العربي لماذا وهذا يعني اللي دفع عن بالك اللي تابع مباشرة أنك قد تربح منهم بالمشاهدة عبر الإعنات ومشابه والدعم والاشتراكات أيضا تمام نحن نعيش في عصر غير مصبو رائع جدا يمكنك تربح من شغافك إن كنت بالفعل شغوف به صراحة إن كنت بالفعل دارس الشي مش تقول لي يعني تقرأ ثلاثة صفحات عن السلاجقة وأنت ما تعرف عنهم ولا شي ولا تعرف النظام الملك ولا تعرف المدارس النظامية ولا تعرف شي لا تعرف مجالك تقول لي أنا أريد الربح لا صديق لا لازم يكون لديك شغف ليل نهار تلتهم كتب تلتهم فيديوهات تلتهم باحث منقب عن موضوعك بالضبط ثم تقدم الخلاصة بشكل مجاني للجمهور وتضع الدسم تمام المكثف والجيد جدا والممتاز للمشتركين فقط والباقي يعني الشيء الجيد لكن غير الكامل للمجانيين يعني التابعوك مجانا وهكذا تدرج المجاني إلى أن يشتري من عندك المحتوى الممتاز الذي تعده الذي يتطلب منك وقتا وجهدا تمام هذه هي الاستراتيجية أنا رسمت لك كل شيء بحمد الله وتوفيقه تمام اشترك في رضيف هي تحصل على معلومات أكثر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعه شكرا للمشاهده شكرا للمشاهده شكرا للمشاهده